في البداية كيف تبعت موافقة مجلس النواب على طرح أراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر للبيع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد يعني في حقيقة الأمر هذه سلسلة على طول سلسلة أصبحت متورصة من بداية عهد الانقلاب إلى الآن فبيع أصول السجل الحديدية زي بيع أي حاجة حصلت بيع تيران وصنفير ضمن السلسلة أراضي الوراء وخروج ناسها ضمن السلسلة اللي بيحصل في سينة ضمن السلسلة إذن أنت عندك مجموعة حلقات في سلسلة متوازية ومعروفة إحنا عاملين دلوقتي زي اللي ما عادش عنده حاجة وكل ما يحتاج حاجة يبيع كطعة من البيت كل ما يحتاج حاجة يبيع كطعة من البيت بغاية إن شاء الله البيت ما هيفضل لنهايته وأصبح بيت شكل بس حتى الأساس بعد كده هيبتدي يبيعون فيحنا النهاردة اللي بيحصل ده أمر ليس بجديد والأكتر من كده خلينا واقعيين يعني ونتكلم بواقعية إحنا ما عندناش مجلس النواء يعني من الأصل إنت ما عندكش مجلس النواء لأن لو عندك وظيفة مجلس النواء بأصلا إيه وظيفة مجلس النواء بإيه ركابي وإيه تشريعي تشريع وركاب له وظيفة غير كده يعني إذن أنت الأصل فيها اللي بترائب الحكومة وبترائب وضاع البلد وإنت اللي بتحافظ على أصول البلد ده الأصل فيها كمجلس نيابي إذا النقطة ديت لا أنت دلوقتي بتشرع قانين ولا أنت دلوقتي بترائب إصبح انتفت عنك صفة نيابية اللي المفروض نعم طيب فكرة طرح الأراضي وأصول هيئة القومية لسكة حديد مصر للبيع هل هذا الأمر هو أمر سلبي بمجمله أم أن له إيجابيات يعني الحكومة تتحدث عن أنه العائد أيضا سيدخل فيه عملية تطوير السكة الحديدية بعد البيع فحبين نفهم إيه إيجابيات وسلبيات هذا الموضوع كان ممكن يبقى إيجابي لو أنا شفت اللي اتبع قبل كده حطته فين لو أنا شفت الفلوس اللي اتحطت في قناة السويس ولو هي عادت علي أنا كشعب وكفرد في البلد بخير وعادت علي بإيجابية أصبح الموضوع إيجابي لو أنا بعت هذه البلاد وعملت فيها مشاريع استثمارية وقلت النهاردة العاطلين في مصر بدل ما كانوا كذا مليون دقلوا كذا مليون يبقى إيجابية لو أنا ما شفتش النهاردة ظاهرة التسول وظاهرة العاطلية وهذه الظواهر لو أنا ما شفتهاش أو أصبحت يعني العدد بيقل أصبحت إيجابية لكن أنا النهاردة ببيع هذه الأصول علشان أبني الكسور ببيع الأصول علشان أبني الكسور شكرا